اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان مملكة البحرين تواصل نهجها القائم على ترسيخ قيم التسامح والانفتاح والحوار مع الديان بما يعزز من التقارب بين الشعوب والثقافات وبما يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حافظه الله جاء ذلك الادى لقاء سموه في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخير وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة الاسقف بول هندر النائب الرسولي في جنوب شبه الجزيرة العربية والمدبر الرسولي في شمال شبه الجزيرة العربية بمناسبة زيارته لمملكة البحرين حيث رحب سموه بالاسقف بول هندر منوها بالجهود الإنسانية التي يبدرها لنشر الخير والمحبة والتسامح مشيرا إلى أن المملكة تحرص دوما على تعزيز المبادرات الساعية لترسيخ التعددية والثقافية ومفهوم السلام والمحبة والتقارب بين الأديان منويهن سموه بالدورة الكبيرة الذي يطلع به مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجهوده المستمرة في ترسيخ هذه القيم من جانبي عرباء النائب الرسولي في جنوب شبه الجزيرة العربية والمدبر الرسولي في شمال شبه الجزيرة العربية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مشيدا بما تتميز به البحرين من تنوع ثقافي وأرث حضاري قائم على التسامح بين الأديان والثقافات